أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ الأول من ربيع الأول لعام 1438 هجرية الموافق الثلاثين من نوفمبر سنة 2016 ميلادية بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة وتعديلته وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في العاشر من صفر من عام 1439 هجرية الموافق الثلاثين من أكتوبر لعام 2017 ميلادية